اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البعض استعان بتغريداته بمقولة لفيدريكو في الليني السينمائي اختلاف اللغات ونظرة مختلفة للحياة باختيار غراد لم تعد اوروبا على ما كانت عليه خصوصا بعد البريكسيت الانقسامات العميقة موجودة لكن الامل موجود كذلك الامر اوسم تويت رأى انه مع هذه الانقسامات لا يمكن انه حقق الشيء الكثير هل هو متأكد في هذا الوقت تدول المغاردون عملا جديدا لرسم الشارع مجهول الهوية بانكسي؟ رسم جديد يظهر علما ايروبيا تشقق تحت ضربات ازميل بيد رجل يعتلي سلما وهو يحاول ان يكسر احدى نجوم علام الاتحاد الايروبي عثر على العمل صباح الاحد على جدار مبنى في دوفر اقرب المدن الانجليزية الى اوروبا القرية ومن حيث تنطلق غالبا المراكب التي تجتاز بحر المنش باتجاه الشواطئ الفرنسية البريكسيت من وجهة نظر بانكسي كتبت ان اخرون رأوا ان العمل عادي وممل بينما كان هناك وجهة نظر اخرى اعتبرت انه عبقري نشيد الفرح بيت هوفن السيمفونية التاسعة هو نشيد الاتحاد الايروبي ترجمة نانسي قنقر هذه المقطوعة نشيد الفرح نشيد الاتحاد الايروبي لاقت ردودا ردود فعل مختلفة عندما اختار رئيس الفرنسي المنتخب ايمانويل ماكرون السير على وقعه في رواق اللوفغ ليلة اعلن النتائج التي توجته رئيسا لفرنسا تغريدات كثيرة يومها لم يستخدم النشيد الفرنسي منذ يوم الاحد حتى اليوم حقق الهاشتاغ الذي حمل رمتان اسم ماكرون اكثر من مليون تغريدة اشعر اننا سنصاب باوفردوز ماكرون بعد قليل سنهدأ بعد شوي يمكن عموما كانت اياما زاخرة بالاحداث الان وقد انتهت الانتخابات لا يعني ان الهدوء التام قد عاد الى شبكات التواصل موقع اليوم السابع اختار ان ينقب في حسابات ايمانويل ماكرون على شبكات التواصل فلاحظ ان نموا كبيرا لعدد المعجبين بهذه الحسابات بعد انتخابه اصاب هذه الحسابات كما رصد تفاعلا اكبر مع منشوراته كان ماكرون مثلا يمتلك 700 الف معجب واكثر من 700 الف متابع على فيسبوك اليوم 800 الف تجاوز العدد 800 الف وقام في الفترة الممتدة من ابريل حتى 7 مايو بنشر 169 فيديو مختلف و41 صورة 13 رابط انترنت اكيد في فريق كبير يدير هذا خمس تحديثات حالة اخرها كان يوم امس كتب القل قال لنا هذا مستحيل القل قال لنا لكنهم لا يعرفون فرنسا لكنهم لا يعرفون فرنسا على توتر 3933 تغريدة خف اقاع التغريد منذ انتخابه يتابع هو 555 شخص اللي بيجي لنا من بؤلك هاي الشفرة وارتفع عدد متابعيه من 876 الف الى 922 الف الواضح انه لن يحكم العالم عبر توتر ففرنسا ليست امريكا علق امين علما ان عدد معجبي صفحته في فيسبوك لاتين من امريكا يحتل المركز الرابع بنسبة 14 الف متابع ويأتي اكثر المعجبين بصفحة الرئيس في فرنسا في المركز الاول بنسبة 299 الف الجزائر في المركز الثاني يتابعه 26 الف المغرب في المركز الثالث بنسبة 22 الف ابحثوا عن اللغز الان وقد هدأت احداث الانتخابات موقع نيوميراما يعود الى وسميني نشطة في اليومين الاخيرين الانتخابات تويتر جيت وفيسبوك جيت صحيفة ليبراسيون كذلك سألت ان كانت حسابات اليمين المتطرف الفاشوسفير قد فرضت عليها رقابة ما قبل الدورة الثانية للاختراع حيث يعتقد انه تم ازالة صفحات من هذه الحسابات قبل ايام من الانتخابات وحيث تبين ايضا انه لم تحضر الحسابات بل تم التحكم ببعض انواع المحتوى ضمن فترة الصمت الانتخابي وقتها اشارنا رمضان في سهرة كيف يعني يتحكم ببعض نعم هلأ بقولك بس تتذكري اشارنا الى سهرة لا لا قولي الان كنا في سهرة الانتخابية هنا في مونتي كارلو واشارنا الى بعض التغريدات المعتردة التي استخدمت هاشتاغ تويتر جيت وفيسبوك جيت منها ما يقول انه فقد عددا من متابعيه منهم من قال انه عاجز عن التحكم بصفحته او كان مذهولا من اختفاء بعض المنشورات وجهوا التهم مرة الى الحكومة مرة الى المنصتين لكن ليبراسيون اعلنت انه بعد اتصال مع شركة مع فيسبوك لم تكن حسابات اليمين المتطرف مستهدفة بشكل خاص بل كانت تدابير عادية شملت الحسابات المزيفة وهي تدابير بدأتها فيسبوك في اوائل افريل حين ازلت 33 الف حساب وهمي من على منصتها فيسبوك بالمقابل اعلنت ودائما حسب ليبراسيون ان حسابات اليمين المتطرف لم تقفل لكن تم تعليق بعض المنشورات التي تخرق حظر الصمت الانتخابي بنشر بروباجندة رئاسية عندما كان يتم التبليغ عنها عموما سأعود بالتفصيل اذا هذا الموضوع لاحقا او في ريتويت المسائية او في ريتويت غدا ولا اخبار حتى الان على اصلاع التسريبات التي قيل انها ستكون كارثية لحملة مكرون قبل ساعات نصمت السانج ارسل تغريدات منذ قليل ويبدو ان التحقيقات تدور حول هذا الموضوع من قبل عدة مسؤولين لفصل بين ما نشر حقيقي وبين ما نشر مزيف ولكن من الجيد انه لا يبدو ان هذه التسريبات اثرت على سير العملية الانتخابية ممتاز شكرا لك ريتا نشير رمتا الى اللقاء باي باي